السلام عليكم النهاردة هنشوف ازاي نقدر نعمل read و write و append لفايل هتلاقينا ان احنا في المرحلة التامنا من الكورس بتاعنا وخلال محاضرة النهاردة هنشوف ازاي نقدر نعمل write لفايل read لفايل append لفايل خلينا نفترض ان انا عندي variable اسمه i والi ضعبارة عن lane space اول قيمة فيه 0 واخر قيمة فيه هي الاثنين باي بتين increments وبعدين عندي فيه variable اسمه data ال data دوت فيه ال input اللي هي ال i وفيه ال output اللي هو مثلا sign of i واحنا عايزين نكتب ال vector دوت اللي هو ال input وال output في file والكل اللي ممكن نعمله ان احنا نcreate variable جديد اسمه مثلا file w وبعد كده نقول عليه f open وبعدين هيفتح لي file مثلا بالاسم اللي انا هدهول فانا ازا قلتوله مثلا my file dot txt وجيت هنا بعديها عملت قومة وبعد كده في العلامتين ديت كتبت w فمعنى كده ان هو هيفتح file جديد هيبقى اسمه file dot txt وهيعمل له write قبل ما ندوس run هنلاقي ان هنا ايه my file dot txt مش موجود في ال list date بعد كده علشان تطبع data فبتستخدم امر اسمه f print f ده احد اوامر السي بلس بلس هتلاقيه هو هو موجود في المتلاب وهتكتب جواه تلات حاجات اول حاجة هتكتب اسم الفايل بتاعنا فهتقول file w بعد كده كمع بعد كده ايه هتحط العلامتين ديت وهتكتب جواها نوع ال data اللي انت عايز تخزنها فال data ديت اللي اتنين انت عايز تاخدهم على انهم float مسلا فهتعمل percent وف نفس القصة وبعدين هتاخد اسم ال variable نفسه اللي فيه كمتين فهتقول كومة وبعد كده data اللي هي اللي هو ال variable ده وفي الاخير هنعمل ايه? f close هنقفل الفايل بعد ما خلصنا وهنقول اسم الفايل دوت اللي هو file w ازا عملنا run هنلاقي ان ايه? ان اسم file.txt هيزهر لي هنا دلوقتي. نعمل run. فهتلاقي زهر لي file اسمه my file.txt. نضغط عليه double click. فهتلاقي جوا القيم ديت. علشان نقرأ file تخيل مسلا ان انا عندي text اللي قدامي ده فيه صفين من ال data وعايز اقرأ الكلام اللي فيه. فعلشان نقرأ file كل اللي هنعمله هنسمي مسلا variable اسم file R. هنقول ده بيساوي F open. وهنكتب جواه اسم التكست اللي احنا عايزين نفتحه. فهنكتب مسلا my file.txt بعد كده كومة بعد كده نحط العلمتين ديت ونكتب جواها read. زي كده. نبتدي بقى نسمي variable جديد مسلا اسمه V وهنقول دوت بيساوي F scan F. وبعد كده هنكتب اسم دوت اللي هو نحط كومة بعد كده هنفتح العلمتين ديت وهنقول ان احنا ال data اللي هتجيلنا دي هنستقبلها على اساس ان هي float. وبعد كده نحط بتاعنا نفتح ونقفل ونقول مسلا ان هم اتنين لحد وفي الاخير هنقفل الفايل هنقول F close وايه file R هنقفل اسم ال variable دوت نعمل run فهتلاقيه ارى لك ال data زي ما انت شايف. ازا عايز تخلي ال data تتقري بشكل عمود كل هتيجي هتعمله هنا تحط ترانسبوس sign ديت operator وهتعمل run فهتلاقيه ارهم لك زي كده اتخيل مسلا ان انا عندي ال variable اللي قدامي دوت وعندي في variable تاني فيه ثلاث قيم زي ما انت شايف ال end بعد كده ال end dot power square بعد كده sign of end عايزين نخزن الارقام اللي موجودة في ال variable دوت داخل الفايل اللي احنا كتبناه من شوية اللي هو my file dot txt فعايز مش عايزين نعمل override عايزين نكتب الكلام ده بعد ما الكلام التاني انتهى فهتلاقينا ان احنا لازم نستخدم حاجة اسمها ابنت اول حاجة هعرف عندي variable مثلا اسمه فايل ايه وقول ده بيساوي f open وبعد كده اكتب جواه اسم التكست فايل بتاعي my file dot txt واحنا عايزين نعمل له ايه ابنت فهنحط العلامتين ديت ونكتب جواها ايه تاني حاجة فان نفترض مثلا ان انت عايز تتبع سطر يقول here is my new data وبعد كده تكتب ال data فهتقول f print f وتفتح كوس وتقفل كوس وبعد كده تحط العلامتين ديت بس قبلها تكتب اسم ال variable بتاع دوت اللي هو فايل ايه وتقول كومة وبعد كده تقول ايه slash n slash n بعد كده here is my new data ده ونيجي في السطر اللي بعده نعمل f print f ونحط جواه اول حاجة الفايل ايه اسم ال variable بتاعنا وبعد كده نحط العلامتين ديت ونقول ان احنا عندنا فيه تلات ارقام float وهنكتب اسم ال variable اللي فيه التلات ارقام ديت اللي هي data n وفي الاخير هنقفل الفايل بتاعنا فهنقول f close بعد كده فايل ايه ازا عملنا run فهتلاقيه زي ما انت شايف كتب لك here is my new data وكتب لك الكلام دوت ازا عملنا run تاني هتلاقيه هكتب لك الكلام دوت كمان مر فتبقى متأكد وانت بتعمل append ان انت تضغط run واحدة علشان ما يدفلقش ال data ويكررها كذا مر وبكده نكون ادينا overview بسيط عن ازاي نعمل read و write و append لفايل ومع السلامة اشتركوا في القناة